جميع أحلام الأطفال تعانق عنان السماء إلا حلم الطفل يونس بن بلدية تكديت بولاية البويرة حلمه أن يدب على الأرض الطفل يونس لم يلبس يوما حذاء عادي بل منذ ولادته نعلوه الوحيد هذا الحذاء البلاستيكي في الشتاء والصيف راني لبس قلبوت ملبس سبا راني حب نبراء منزيش نلبس لي بوت مرض وطفل يونس حرمه أن يعيش حياة عادية كباقي الأطفال الذين يلبسون ما يحلو لهم عكسه هو الذي لم يجد سوى هذا الحذاء البلاستيكي الذي يلائم قدميه يجي إلى عياد نحس بيهن نحس قاعد يلبسوا يعني بسكات هو لا يقول لي يا يما وقتا نلبس بسكات قد يقول لي يا يما قادر لي يلبسوا بسكات وانا يفين عياد في الباطن ولي نقول له ما عليش أوليدي تعيوه طبرة هكذا نحس هذه الأم تحس بس أبو ليدها عملية يونس تكلف حوالي 600 مليون سنتيم مبلغ عجزة عائلته الفقيرة على توفيره الفاتورة التاعه جاءتنا بستمائة مليون بستمائة مليون أبو يومو شقدر كان جاءت في عشرين مليون نروحوا ندروا له بعشرين مليون كان جاءت بثلاثين وندروا هلو بثلاثين نسلفوا هون وندروا هالو صح جاءت بستمائة مليون أبو يومو عندهوش فقير مو تبكي والله يقعي مو تبكي خاف أعا حتى الشيء قال لنا الطبيب في جزائر طيب قلنا طبيب قلنا مزلوا عام ويحبسوا كرعية يتعوق احنا هذي اللي نخايفين منها احنا نطلبهم الشعب الجزائري والشعب المكرم والشعب رب إن شاء الله ليتحسد ليتبرع لهذا الطفل وخرجوا الخارج وخرجوا في تركيا ودياوة وجلموا لبس ليه نطلبوا أجره عند الله هي معاناة حقيقية يعيشها طفل هو اليوم ببراءته يناجي خالقه وبعده يناجي قلوب المحسنين